السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب مبادئ الإلكترونيات كنا بالمحاضرات الماضية أنهينا التعامل مع البيبلور جنكشن ترانزوستور وقمنا بتحليل دوائر البيبلور جنكشن ترانزوستور كDC أناليسيز على اللي هي الNPN ترانزوستور والPNP ترانزوستور على اللي هي الكونفيجريشن للكومن إميتر والكومن بيس والكومن كولكتر على اللي هي البياسينج بولتج اللي كان عندي سينجل بيس رزيستنس والفولتج ديفايدر بياسينج رزيستنس وعملنا عمليات ديزاين على دائرة الفولتج ديفايدر والآن رح ننتقل لنوع آخر من أنواع الترانزوستورات اللي هو عبارة عن الفيلد افكت ترانزوستور طبعا الفيلد افكت ترانزوستور هو الجيل اللي أتى بعد البيبلور جنكشن ترانزوستور ويمتاز عنه بعدة مواصفات من أهم المواصفات التي تميقز الفيلد افكت ترانزوستور عن البيبلور جنكشن ترانزوستور أول نقطة لأنه قيمة الار امبوت للفيلد افكت ترانزوستور تقريبا انفينيتي عشان هيك رح نلاحظ أنه بجميع أنواع الفيلد افكت ترانزوستور رح تكون قيمة دائما أي تيار الاي جيت تساوي صفر النقطة الثانية اللي هو الفيلد افكت ترانزوستور تأثره بالحرارة يتحمل درجات حرارة أعلى من البيبلور جنكشن ترانزوستور كذلك تأثره بالنويس أو الرادياشن المحيطة فيه أقل من تأثر البيبلور جنكشن ترانزوستور فيها والميز الأخير والأهم اللي هو حجم الفيلد افكت ترانزوستور أصغر بكثير جدا من حجم البيبلور جنكشن ترانزوستور عشان هيك هو يستخدم في معظم التطبيقات التي تحتاج إلى أحجام بسيطة مثل بعض الدوار الإلكترونية اللي رح نذكرها بعد شوي الآن مثل ما انتم شايفين شجرة العائلة للفيلد افكت ترانزوستور واللي هي تختصر بالفيت هي مقسمة إلى موسفت والجيفت الموسفت مقسمة إلى الانهانسمنت والديبلشن والجيفت مقسمة إلى الانشنال والبيشنال الانهانسمنت مقسمة إلى الانشنال والبيشنال والديبلشن أيضا مقسمة إلى الانشنال والبيشنال نشوف إذا ما يميز هذا الترانزوستور إنه صغير الحجم وحنا بنعرف إنه التقنيات الأخيرة والليه الحديث الأجهز الحديثي كلها قائمة على الديجيتال سيركت إذن هو كان سبب رئيسي في ظهور جميع الأجهزة الإلكترونية صغيرة الحجم بسبب إنها كلها قائمة على استخدام الفيت ترانزوستور الموسفت كان أيضا يستخدم في أنالوج سيركت إذن هو مش بس بالديجيتال سيركت وبإمكاننا أيضا نستخدم موبيل أنالوج سيركت طبعا بمادتنا كفيل دفكت ترانزوستور في هذا الشابتر رح نأخذه كأنالوج سيركت وليس كديجيتال سيركت الديجيتال سيركت في المواد المتقدمة أكثر إذن الفولتيات بين أطراف الترانزوستور هي التي تتحكم بالتيارات التيار الذي سوف يمر بالثيرد تيرمينال إذن بعد شوي رح نرسم الرسمين الإصطلاحية إذن القلب النابض والعنصر الفعال في الموسفت ترانزوستور هي مطبقة الميتال وبالمناسبة اختصار الموسفت هي متال أكسايد سيمي كوندكتور إذن الميتال أكسايد سيمي كوندكتور هي العنصر الأساسي في تكوين هذا الترانزوستور الآن الميتال هذا الطبقة الرقيقة من الميتال ممكن تكون طبقة من الألمنيوم أو من المواد الأخرى المناسبة إذن في معظم الحارات بيستخدموا طبقة من اللي هي البولي كريستالين سيليكون وطبعا هاي لها ميزات ومواصفات رح نشوفها فيما بعد نيجي نشوف الآن اللي هي البعد ما خدناهم نيجي على الانشانل انهانسمت موود موسفت الآن عندي هنا السيركيت هاي تمثلي اللي هو عبارة عن الانشانل طبعا آسف إنه إجا الرسم صغير شوي بس عشان أكدر أكتب جانبها فبتكون عندي القاعدة أو القطع الأساسي المكون هي بي تايب سيمي كوندكتورز ماتيريال مغموس فيها منطقتين من الانتايب سيمي كوندكتورز ماتيريال يفصل بينهما قناة قناة الآن أطراف الترانزستور هم عبارة عن درين جيت سورس الاس سورس الجي جيت والدي درين ما يميز هذا الترانزستور أو المتحكم الرئيسي في هذا الترانزستور هو فرق الجهد المطبق على القاعدة على بوابة الترانزستور طبعا رح لدرس كيف هاي الكلام رح تيصير إذن البيسيك الترانزستور حكينا عنه الآن بيظل عندي قيمة البي جيت الآن إذا كانت قيمة البي جيت اللي هو فرق الجهد على البوابة يساوي صفر طبعا أكيد احنا كنا ذكرنا من البداية اتفقنا على أنه البي جيت لجميع أنواع الفيت ترانزستور هي دائما صفر بسبب أن هذا الترانزستور عنده الامبوت رزيستنس دائما تساوي انفينيتي لكن المتحكم بتيار البي جيت والبي جيت هو قيمة البي جيت الآن إذا كانت قيمة البي جيت تساوي صفر هذا يعني أنه قيمة الـ ID وتساوي قيمة الـ IS وتساوي صفر لأنه احنا تعودنا أنه أنا دائما في عندي اللي هي ثلاث تيارات I-Gate I-Drain I-Source والI-Source يساوي I-Gate زائد I-Drain I-Gate يساوي صفر إذن معنى الكلام هذا أنه قيمة I-Drain دائما تساوي قيمة I-Source الآن في ترانزستور الـ N-Channel أنه التيار رح يجي من الـ Drain ويتوجه إلى الـ Source إذن هو رح يخرج من الـ Drain ويتوجه إلى الـ Source فرح يكون تيار الـ Drain داخل وتيار الـ Source خارج الآن حالة ثانية زدنا فيها وأصبحت قيمة الـ V-Gate اللي هي أكبر من صفر إذن الـ I-Gate رح يضل صفر بسبب الـ Input Resistance الـ Infinity بينما الـ ID رح يساوي الـ IS ولا يساوي صفر اللي رح يصير معنا كالتالي إنه أنا بما أنه أنا عندي المادة الأساسية المكون إلى الترانزستور هي الـ P-Type Semiconductor Material واللي عندها الماكسيمم مجرية كارير هما الـ Holes واللي شحنتهم موجبة وعندي هنا الـ N-Type Semiconductor Material المنطقتين المغموستين من الـ N-Type Semiconductor Material وعندهم الماكسيمم مجرية كارير هما الـ Holes فهذا يعني أن فرق الجهد المطبق على الـ Gate للترانزستور واللي محمي بطبقة الـ Oxide Semiconductor Material رح يأثر على اللي هي منطقتين الـ N والـ N ويحفز الـ Free Electrons لتكون قناة بين الـ N والـ N تسمح بمرور التيار من الدرين إلى الـ Source إذا كان فهذا فرق الجهد الموجب فرق الجهد الموجب طبعا إجباري لازم يكون هذا الفرق الجهد اللي عندي هنا موجب إذن معنا الكلام هذا هذا الترانزستور رح يسمح بمرور تيار من الدرين إلى الـ Source وعندها قيمة الـ ID اللي تساوي الـ IS ولا تساوي الصفر The Electrons flow from the source to the drain with an applied drain to source voltage إذن اللي هو the electron flow الإلكترونات رح يشتنتقل من السورس إلى الدرين واللي هي بناء على الـ voltage اللي مطبق على الدرين الـ Applied drain to the source voltage For N-channel enhancement most of it إذن هذا الـ N-channel enhancement The 3-should voltage is positive إذن دائما في عندي قيمة ثابتة اسمها الـ 3-should voltage يتم مقارنتها بمقدار فرق الجهد على الـ Gate of the transistor فبالـ N-channel دائما إجباري لازم تكون قيمة الـ 3-should voltage اللي هي positive الآن منقارن if V-gate أقل من قيمة الـ V-T-N إذن الـ ID يساوي الـ IS ويساوي الصفر اللي هي الحال الأولى بينما إذا أصبحت قيمة الـ V-G أكبر من قيمة الـ V-T-N إذن الـ ID يساوي الـ IS ولا يساوي ال هنا وفي هذه الرسومات هي عبارة عن علاقة أو هي characteristics في تربط بين قيمة الـ V-D-S وقيمة الـ ID بما أنه إحنا عندنا اللي هو الـ voltage اللي هو رح يحدد لمقدار التيار إذن رح يكون في عندي علاقة تربط الـ V-D-S بالـ ID ID versus V-D-S characteristics for small V-D-S at 3 V-G-S value إذن أخذنا قيمة الـ V-G-S أقل من قيمة الـ V-T-N فكان عندي قيمة التيار الـ ID تقريبا صفر أخذنا قيمة الـ V-G-S أكبر من قيمة الـ V-T-N فكان عندي في تيار أخذنا قيمة الـ V-G-S 2 أكبر من قيمة الـ V-G-S 1 اللي هي هون فكل ما زادت قيمة الـ V-G-S كل ما أصبح عندي مقدار الـ ID أكبر إذن الـ Controls كله يكمن في قيمة الـ V-G-S هون رسمة ثانية بلشنا نزيد بقيمة الـ V-G-S لحد معين يعني لأي مقدار رح نزيد قيمة الـ V-G-S إذن لازم نصل لمرحلة إنه عند قيمة V-G-S معينة اللي هي يتحول التيار من increasing إلى constant إذن قيمة الـ ID S بتكبر 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 لحد على ثلاث مراحل المرحلة الأولى قيمة الـ V-G-S اللي فيها بتكون Small Value الآن قيمة الـ V-D-S اللي هي كبيرة ولكنها ما زالت أقل من قيمة الـ V-D-S Saturation هنا قيمة الـ V-D-S أصبحت أكبر من قيمة الـ V-D-S Saturation وبيظهر فيها ثبات قيمة الـ ID إذن A Large Value V-D-S Value A Large V-D-S Value الكيرف عندي بالإنحناء هنا كان الكيرف اللي هي شبه Linear هون رح يبلش بالإنحناء الآن المرحلة البعدي هي زيادة قيمة الـ V-D-S لتصبح أكبر من قيمة الـ V-D-S فيبدأ التيار بالثبات لنحصل على الشكل التالي إذن ما قبل أو عندما تكون قيمة الـ V اللي هي قيمة الـ V-D-S أقل من قيمة الـ V-D-S بيكون في عندي منطقة اسمها Non-Saturation Region واللي بيكون فيها تيار الـ ID ما زال يتزايد بينما عندما تصبح قيمة الـ V-D-S أكبر من قيمة الـ V-D-S يبدأ فيها اللي عندها التيار الـ I Drain بالثبعات الآن نشوف V-T-N للحال هي دائما أكبر من صفر طبعا الـ V-G-S ناقص الـ V-D-S تساوي قيمة الـ V-T-N وهذا يعني أن قيمة الـ V-D-S تساوي قيمة الـ V-G-S ناقص قيمة الـ V-T-N إذن يتم حساب قيمة Saturation Value of the drain to source voltage عن طريق الفرق بين قيمة الـ V-G-S وال V-T-N معنى الكلام هذا سيكون في الحال في الحال في Non-Saturation وفي Saturation في عندي Current كيف يتم حساب قيمة تيار الـ I-Non-Saturation وتيار الـ I-D Saturation إذا Non-Saturation Region or Triode Region The Current ID Non-Saturation Equal قيمة اسمها K-N في 2 في V-G-S ناقص V-T-N مضروبة في قيمة V-D-S ناقص قيمة V-D-S Square هاي الحال بتتم عندما تكون قيمة V-D-S أقل من قيمة V-D-S Saturation طيب نشوف معناته الحالة الثانية واللي هي إذا كان الترانزستور عندي اللي هو Saturation In the Saturation The Current ID Saturation الآن معنى الكلام هذا أنه أصبحت قيمة V-D-S أكبر من قيمة V-D-S Saturation وعندها قيمة الـ I-D تحسب على أساس K-N مضروبة في قيمة V-G-S مطروح منها قيمة V-T-N تربيع إذن صار في عندي قانونين قانون لل-I-D Saturation وقانون لل-I-D Non Saturation طبعا بحب بحيطكو علما أنه في جميع الأمثلة دائما نفرض حسن النوايا ونعتبر أن الترانزستور يعمل بمنطقة Saturation ونقوم بحل المثال ومن ثم نحقق الشرط هل قيمة اللي هي القيمة اللي رح تطلع معاي اللي أنا بدأ سميها قيمة ال-I-D Saturation هل قيمة ال-I-D اللي حصلت عليها أكبر من قيمة ال-I-D Saturation إذا كانت جواب صح فهذا يعني أنها فعلا الأسيوم اللي احنا فرضناه حقيقي وإذا كانت لا فهذا يعني أن الدائرة Non Saturation ومن ثم نعيد حل الدائرة على أساس أنها Non Saturation الآن مكون الدائرة العلاقة هذا ال-K-N عنصر جديد ال-K-N Called The Transconduction for the N-Channel Device الآن ال-K-N تحسب على أساس W Micro N COX على 2L نشوف COX Is the Oxide Capacitor Per Unit Area اللي حكينا عنها اللي طبقة الأكسايد اللي عندي هاي رح تمثلي يعني رح تنطيني نتائج الكباستر ومعروف أنه الكباستر رح ينطيني شحنات موجبة على طرف وشحنات سالبة على طرف فهي عبارة عن إيش الأكسايد Capacitance Per Unit Area الآن الأكسايد هي عبارة عن يي أو إكس على تي أو إكس تي أو إكس تي أو إكس is the Oxide Thickness واليي أو إكس is the Oxide Permittative for Silicon واللي هي عبارة عن قيمة هي عبارة عن ثلاثة وتسعة بالعشرة مضروبة في ثمانية وخمسة ثمانين بالمئة في عشرة قوة ناقص أربعة عشر بيجي عندنا الآن اللي هو المايكرو N واللي هو عبارة عن The Mobility of the Electron The Mobility of the Eccron اللي هو عامل توصيل الإلكترونات ال-W هو عبارة عن The Channel Width وال-L هو عبارة عن Channel Length إحنا حكينا إنه رح تتكون قناة بين المنطقتين المغموستين وهي اللي هي القناة إلها Width وإلها Length الآن ال-COX ال-Micro N بيكون دايما constant يعتمد على نوعية الماتيريا اللي أنت مستخدمها وبتكون إلها ضمن بيندكس معين تختار القيم اللي بدك إياها بينما ال-W على L is variable in the design of MOSFET هاي اللي هي ال-W على L اللي إحنا بنحددها لما بدنا نبلش نعمل اللي هو ال-Design المطلوب للسيركيت اللي معانا يتبقى هون إنا ننتقل للنوع الثاني من أنواع ال-Enhansement MOSFET واللي هي عبارة عن سميناها P-Channel طبعا بحب فيد هون إنه P-Channel هي تقريبا المكونات نفسه ولكن يعكسن المواقع هون تصبح المنطقة الأساسية اللي هي ال-Untype Semiconductor Material والمناطق المغموسة هي عبارة عن P-Type Semiconductor Material ال-Gate هي نفس ال-Gate وال-Drain هو نفس ال-Drain وال-Source هو نفس S-Source بالإضافة إلى اللي هي رح تصير عندي P-Channel اللي هي قيمة ال-VTB دائما بتكون أقل من صفر يعني بتكون عندي negative هذا فرق الجهد رح يعمل على تحفيز اللي هي هناك شفنا أنه حفز ال-Halls هون رح يحفز الإلكترونات حتى تتكون عندي قناة بين P وال-P ويمر عندي تيار من ال-Source إلى ال-Drain لأنه بما أن أنا مستخدم P-Channel معناته رح تصير عندي إشي اسمه V-S-D وال-V-S-D هذا يعني أنه ال-Positive رح يجي من جهة Source وال-Negative من جهة Drain إذن تيار Source رح يكون داخل وتيار Drain رح يكون عندي خارج طبعا ال-P هاي اللي هي عبارة عن ال-Body of the Transistor دائما بتكون واصلة مع الأرضي هاي نبذة بسيطة جدا عن ال-P Channel Enhancement Mode MOSFET طبعا لما نبلش نعمل Applications ونحل Transistors رح تشوفوا أنه الموضوع كثير سهل وممتع الآن نفس الشي هون رح يكون في عندي The Non-Saturation Current Is الآن ID Non-Saturation هناك بال-N Channel كان N-P هنا K-N هنا K-B ال-A2 هناك كان V-Gate Source لأنه قلنا أنه نحن نأخذ العلاقة بين بما أنه سيكون تيار Source خارج معناته طرفه Negative بال-N Channel الآن هون رح يصير VSG الإشارة كانت سالبة رح تصير موجبة وهون كان VTN رح يصير VTB هنا كان VDS رح يصير VSD حتى ما نعمل مقارنة نحرف هذا القانون لحاله K-B في VSG زائد VTB مضروبة في VSD ناقص VSD سكوير وهنا يجب أن تكون قيمة VSD تساوي قيمة VSG زائد قيمة VTB كالعادة في عندي Saturation وفي عندي Non Saturation الآن بعمل شرطي هل قيمة VSD اللي حسبتها أكبر من قيمة VSD إذا كانت جواب صح فبستخدم قانون Saturation وإذا كانت لا فمعناته بستخدم قانون Non Saturation الآن منيجي لذا Saturation Current ID Saturation هو KB VSG زائد VTB لكل تربيع الكي بي طبعا واللي هي موردت بالNon Saturation Current وبال Saturation Current هي عبارة عن W Micro B COX و 2L الW قلنا Width of Channel L Length of Channel COX الكابستانس اللي هي كنا حكينا عنها اللي هي الOxide كابستانس يونيت أيريا الPair يونيت أيريا بظل عندي اللي هي المايكرو بي واللي كنا بالحال الأولى سميناها The Mobility of the Electron هون هي عبارة عن The Mobility of Holes طبعا الشرط اللي بنائيا عليه بحدد أنا رح أستخدم اللي هو أنا زي ما حكيت أنه دائما بفرض حسن النواية وبعتبر أنه التيار Transistor Saturation في القطوة الأولى بحسب Saturation Current بوجة قيمة VSD بقارن قيمة VSD بالVSD هل هي فعلا أكبر منها إذا كانت طبعا أكبر منها معناته فرضيتي صحيحة إذا لا معناته برجع وبحسب قيمة التيار على قانون Non Saturation Current وبشتغل على الأساس هذا Circuit Symbols طبعا الN Channel والB Channel زي ما أنتم شايفين هون فقط أنه Transistor عادي بس هنا صارت الخطوط مستقيمة بدل ما كانت بالPibular Junction Transistor منحنية وهون عندي Gate وDrain وSource الI Gate دائما يساوي صفر الI Drain داخل والI Source خارج عندي فرق جهد بين الGate والSource اسمه VGS وفرق